تحت شعار ما أطيب وما أحلى أن يكون الأخوة معاً شارك غبطة البطرياك روفايل ساكو بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع غفير من أبناء الشعب العراقي من كافة أطيافه وقومياته ومذاهبه أمسيت ترانيم مسيحية إسلامية في بغداد وهي الأولى من نوعها التي جمعت كل فئات الشعب العراقي لعيش الأخوة وتحقيق السلام وخلال الاحتفال قدمت ترانيم وابتهالات بأجواء روحية كما أقيمت في الأمسية صلاة لأجل العراق والعالم وفي الختام أشار البطرياك ساكو إلى أن هذه الأمسية تعبر عن الأخوة بين كافة أبناء الشعب العراقي مسلمين ومسيحيين